السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن سيدة كده عندها ابداع وفن راقي ان شاء الله فيديو النهاردة انا متأكد ان هو هيعجبكم ايه ما انتو شايفين كده ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاع النهاردة هيعجبكم طبعا هي كانت بتوريكم شكل الفشتان اللي هي لابساها وكمان هي كان عندها حفلة فبتوريكم كده هي ازاي نظام الستايل بتاعها بيكون عامل ازاي طبعا بقى حابة اقولوكم لو انتم اول مرة بتشوفوا القناة عندي طبعا يسعدني وجودكم معايا وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل وفضلا منكم يا حبيب قلبي حطوا اللايك للفيديو وتمنى ليكم المشاهدة الممتعة وان شاء الله كومنتاتكم ولايكاتكم الجميلة هي اللي بتخلينا اتحفز وانا ازدلكو كمان فيديوهات حلوة اكتر واكتر حابة كمان اقولكم ان انا بشكركم من كل قلبي علشان خاطر يعني خلاص احنا قربنا على الميت الف مشترك يلا بقى همتكم معايا كده حطونا اللايكات الكتيرة علشان قربنا خلاص على الميت الف مشترك مش هيكون كمان ميت الف بس لا ده ميت الف عيلة علتي الجميلة الحلوة اول حاجة كده زي ما انتم شفتوا هي اتدت كده بالمبخ بتاعها زي ما انتم شفتوا شالت السجاد بتاعه ومساكته غسالته غسلة كويسة جدا جدا وبعد كده زي ما انتم شايفين بعد ما غسالته حطته طبعا ينشف وحطت غيره طبعا عايزة اقولكم هي مساحة الارضيات الاول زي ما انتم شفتوا معانا كده في الفيديو وبعد كده جابت المكنسة وشفطت كده استجاد برضو هنا كانت بتعمل كده كاروتين بس مبدئي في المطبخ علشان خاطر تكمل بقيته طبعا هي كانت بتقول ان المطبخ قصاده على طول يعني الطرقة الطويلة دي فبتقول لازم لما اجي اعمل المطبخ بتاعي لازم كمان اكون اعمل القوضة الطرقة صوري معاه علشان خاطر يعني المطبخ والطرقة يعني قريبين من بعض ما يكونش حتة وحتة مش كويسة طبعا بقى عملت النجافة كمان بتاعت الطرقة دي وراحت على الانتاري بتاعها بتقول ان انا برضو شفطت كده استجاد وبعد كده هشيله اخسله هو كمان وزي ما انتم شايفين طبعا هتشد الانتاري وهتكنس من تحت منه بس اول حاجة عملت في الانتاري نظفة الانتاري تنظيفة حلوة كده وشالت عايز اقول لكم ان الظهر بتاع الانتاري ده بيطلع لفوق علشان خاطر لو حبة مثلا ان هي تعمل الكنبة سرير وكده بتتعمل سرير معاها طبعا زي ما انتم شايفين عايز اقول لكم كمان الجردل اللي هي عاملة ده زي ما انتم شفتوا شالت السجاد عشان تخسلها وحطت سجادة تانية بالشكل ده كده علشان خاطر طبعا الجو لسه برد شوي طبعا هنا كمان كانت بتعمل بتفضي البن بتاعها وكمان السكر وكده علشان خاطر تعمل بقى كوب بيت اوه هي بتقول انا لازم كده وانا شغالة في نص اليوم يعني يكون عندي كده تحفيز ان انا اخلص البيت بتاعي وفي نفس الوقت يكون كل حاجاتي زي الفل وزي ما انتم شايفين هتعمل بقى كوب بيتين اوه لها كده هي وزوجها وبعد كده هتكمل معاكم باقي التحضيرات والتنظيمات اللي هتشوفوها عايز اقول لكم الغرض من الفيديو ان احنا كلنا بنتشجع من بعض في فن تنظيم الحاجة طبعا هنا بتقول بقى انا كان لازم بقى اخلص بقية المطبخ بتاعي وازبط بقية المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين طبعا عملت التقفيل من فوق بتحط كل حاجة مكانها وبتقول طبعا مطرح ما هي غسلت الموعين وكده سوري مطرح ما هي الطبخت حطت الموعين في غسلت اللطبق علشان طبعا تتغسل كلها وبتقول على قد بقى البتجاز وهتنظم الادراج وبقية الحاجة معاكم كده وهتوريكم تنظيماتها الحلوة اللي زيها كده ان شاء الله طبعا حابة لكم لو انتم وصلتوا لحدات هنا من الفيديو يا غالية ما تنسيش تحط اللايك عشان اللايك دوت هو اللي بيخليني انا ازدلكو فيديوهات كتير طبعا هنا بتوريكم اول حاجة في الدرج بتاعها كانت جايبة منظمات كده الدرج بتاعها مش منظم يعني كانت حطة الحاجة فيه كده فبتقول انا جبت المنظم دوت علشان خاطر انظم بيق الدرج وبجد حلو جدا بدأت كده ان هي تحط طبعا طبعا ده المكان اللي بيكون فيه الكوفي وكده زي ما انتم شايفين طبعا التنظيم بيكون مطلوب والتنظيم بيبقى حلو جدا عايز اقول لكم كمان لو احنا مفيش عندنا شايفين اخدت بالكم ان هي بتقطع الكرتون كده علشان تعملوا فواصل ما بين كل حاجة والتانية علشان خاطر كل حاجة تبقى منظمة فهنا كنت بقول لكم هنا برضو ده منظم بتاع بقى الشوكولاتات وكده وبتوريكم برضو تنظيمها ليه بتبقى عامل ازاي كنت بقول لكم بقى يعني كل حاجة عندنا لما تكون بنظام بجده تبقى شكلها حلوة تفرق معنا في كل حاجة يعني في قلب البيت حتى لو احنا مش قادرين مسلا ان احنا نجيب المنظمات دي ان شاء الله يعني هدور لكم على اماكن ان كنتوا تجيبوا منها الحاجات دي باسعار حلوة وفي نفس الوقت كمان تقدروا انه كنتوا تنظموا بيتكم بالحاجات الجميلة دي طبعا هي كده بتوريكم الدورة اللي هي بتاعت تنظيم الحاجات اللي هي تحت المطبخ وبجد الدورة دي حلوة في نفس الوقت تحسي ان بتاخد حاجات كتير ومش بتاخد مكان هنا بقى كمان الدورة اللي هي بتاعت التوابل عامت لكم فكرة حلوة جابت اللي هو القمع وبدلا ما تحطي التوابل تقلي بيها كده وتقع منك على الرخامة او كده وتاخد وقت كبير ومجهود لا القمع ده حلو جدا بعد كده فضت التوابل ونفس الوضع في البيض بتقول هنا انا البيض بدلا ما حطت كده الكارتونة لا الشكل منظم برضو بيه المنظم الاكليريك ده وبجد حلو برضو منظم الاكليريك ده موجود دلوقتي في جميع الاماكن هنا بتوريكم تطبقتها الجميلة للفوت بتاعت المطبخ بتقول يعني علشان خطر لو مفيش عندك مساحة وكده تطبق الفوتة بنفس الشكل ده كده وبجد هي برضو نظامها حلو فيه هنا بتقول انا خلصت المطبخ رحت على الغرفة بتاعت الولاد طبعا زي ما انتم شايفين حطة اللي هو المنشر اللي هو بتاع الهدوم وطبعا كانت حطة فيه كده المنشر من جوه علشان خطر طبعا الشتاء وكده فحطت الهدوم تتهوى شوية على المنشر ده فطبعا لمتها بعد كده بقى بتقول ان انا لو في عندي مكوة بكويها وهي بتقول ان انا بخصص يوم عندي في الاسبوع بكو فيه يعني يوم واحد بس بكو في الهدوم اللي عندي كلها علشان خطر يكون مثلا الدنيا عندها منظمة وفي نفس الوقت يكون عندها وقت ان هي تشتغل في قلب البيت وكده طبعا هي هنا بعد ما جابت الهدوم اللي هي طلعتها من على المنشر زي ما انتم شفتوا كده جابت الهدوم كلها واحدة واحدة كده اللي عليها الدور تتكوى وزي ما انتم شايفين بتكويها طبعا بعد ما خلصت بقى كل حاجة زي ما انتم شايفين بترسس الدولاب بتاعها الدولاب بتاع الاطفال يعني طبعا هي واريت كل وقت تطبيقتها في الفوت ازاي فكانت بتقول برضو ان انا تطبيقتي في الهدوم او في الملابس برضو نفس الوضع بحب ان انا كون منظمة كده في الملابس بتاعت اولادي وبتاعت كمان زوجي علشان خطر الدنيا تكون مهندبة ومهندمة وفي نفس الوقت يكون الدولاب يكون شكله حالو طبعا انتم شفتوا هي عملت الحاجة زي بجد شابوليها تستاهل كل خير مننا ونحط لها برضو اللايك هنا بقى خلاص بعد ما خلصت القودة بتقول ان ابنها كانت عايزة تعمل له طرطة عشان طرطة تعيد ميلاده هتعمل طرطة على حرف اي زي ما انتم شايفين طبعا هي جابت البسكويت وحطته في اللبن كده وبعد كده هتحط الكريمة الكريمة دي فيها كريم باستري مع كريم شنطي وطبعا حطته كده على البسكويت زي ما انتم شايفين طبعا ده حرف الاي زي ما قلتلكم وفكرته حلوة جدا وفكرته الطرطة حلوة جدا جدا طبعا هي هنا بتحط برضو شوكلة شابس على الكريم وبعد كده فراولة هي يعني بتقول ان انا عايزة ازواءها له ويكون شكلها حالو علشان خاطر تعجبه هنا بقى كمان زي ما انتم شايفين البسكويت عملت طبقة تانية برضو زي ما انتم شفتوا حطته في اللبن برضو وبعد كده هتحطوا الطبقة التانية عشان لما تيجي تقطعوا كده يتعرف ان هو يكون طري معاها ويتقطع معاها بالسهولة طبعا زي ما انتم شايفين بتحط برضو طبقة تانية من الكريمة عايزة اقول لكم لو انتم وصلتوا لحدات هنا حطوا اللايك للفيديو وطبعا هنا بتحط برضو البسكويت وطبعا بقى التزيين بقى بتحط اخر ده اخر تزيين يعني زي ما انتم شفتوا تزيينها برضو حلوة جدا جدا عايزة اقول لكم ان التزيين ده بتبقى حاجة زوقيا منك انت يعني تزوقي زي ما انت عاوزة التزيين بتاعك او يرجعلك انت بتكلفاتك او على ايدك انت على قد ما تقدري ماشاء الله حلوة جدا حطولها بقى اللايك هنا بقى بتوريكم الفرخة بتاعتها اللي هي تعملها بجد حلوة جدا جدا هنا بتقول ان انا غسلت الفرخة كويس جدا جدا وبعد كده بعد ما غسلت الفرخة زي ما انتم شايفين طبعا فتحتها من الجناب طبعا الفرخة دي ماشاء الله كبيرة جدا بتقول ان انا حطيت عليها ده لمون اللي هي حطيته ده لمون وحطت توابل بقى كتير اللي هو توابل فراخ بابريكا روزميري زعطر فلفل كمان حبهان بودر وتوم بودر وبصل بودر وبعد كده اللمون زي ما انتم شايفين بعد كده حطت الفرخة كلها طبعا طبعا طبلتها فيه وزي ما انتم شايفين كمان جابت الخلة غرزتها كده في الفرخة علشان الفرخة كلها تستوي تستوي معاها عايز اقولوكم كمان ان في الخلطة اللي هي حطتها دي حطت معاها معلقة خل علشان طبعا يسوي الفرخة كده ده شكلها بعد كده بقى جابتها في نفس الحلة اللي هي كانت حطة فيها الفرخة بعد ما تبلتها حطت عليها نصف كباية من المية وبعد كده رفعتها على النار وبعد كده بتقول كل ما بينقص عليها المية وبحس ان هي لسه ما استويتش بجربها كده بزودها نصف كباية مية بنصف كباية مية طبعا انتم شايفين بقى ما شاء الله شكلها بعد ما تعملت طبعا هي تشيل كل الخلة اللي فيها دي كلها بس عايز اقولوكم كمان اني لو تحطت بقى في الفرن يعني لو ادتوها كده شوية من السوية سوس طبعا هي اخرت السوس اللي هو كان في الحلة من تحت حطته عليها كده عشان طبعا يديها طعم اكتر ونكهة اكتر عايز اقولوكم كمان ان انتم ممكن تدخلوها في الفرن ممكن تدونها السوية سوس او ممكن بالسوس اللي هو كان فيها وتحطها في الفرن كده تاخد لون طبعا دي تنفع لعزيم رمضان تبقى حلوة جدا جدا وزي ما انتم شايفين يعني مهرية زي ما بتقولو كده مهرية يعني مش هتقولو يعني ممكن في ناس تجي تقول مسلا اني لا مش هتستوى ايه ده وده هتستوى على نص كوباية مية عايز اقولوكم جربوها بجد يعني رحتها كده طلع علي انا ان شاء الله جربوها لان بجد الطريقة عجبتني جدا جدا وحستها ان هي حلوة بس لو تلاحظوا كمان هي حطاها في فرخة كبيرة ماشاء الله بالفهانة وعافية فماشاء الله عليها حلوة جدا جدا هنا بقى بتقول كمان دي المكنسة مفروض اللي هي طلعة جديدة مش عارفة انتم تعرفوا عنها ولا ايه المكنسة دي بتنظف الارضيات وتقريبا كده على ما سمعت انا مش متأكدة من حتة دي قولولي تحت في الكومنتات كمان ان هي فيها بخار مية يعني بتحطي فيها مية وكمان بتمسح الارضيات فمش متأكدة من الحتة دي اللي يعرف بقى تحت يقولي تحت في الكومنتات اللي انا عرفه ان هي بتنظف الارضيات وكمان يعني لو في ايه اتربة بتنظفها هي هنا بتوريكوا في الغرف عاملة ازاي وبتوريكوا ان هي ماشية يعني على الارض عادي جدا وعلى البركي وبتمشي كمان على السيروميك طبعا هي كهربا بتقول ان هي بتتشحن بالكهربا زي ما انتم شايفين ده كده شكلها بس عايزة اقولكوا بقى كمان يعني لو هي فعلا بتحط فيها مية قولولي تحت في الكومنتات لان بصراحة مش عارفة يعني اللي جربها او يعرف عنها معلومة يقولي تحت في الكومنتات هنا بقى كمان بتوريكوا بقى تقدمها طبعا بعد ما هي خلصت بتقول انا بحب احط المفرش الحلو الجميل المبهج ده وطبعا اعمل كبات القهوة وكمان احط الشوكولاته زي ما انتم شايفين يعني يكون حاجة حلوة قوي كده طبعا ده مية اللي هو السفن او الببسي هنا بقى طبعا كبات القهوة هم يعني معظم الناس التركوا كلهم بيحبوا بجد الحاجات دي او هم عشاء القهوة بجد بيبهروني بحاجاتهم لحد هنا كمان من الفيديو يا حبيب قلبي يكون الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص يا رب يكون الفيديو عجبكو يكون السيدة اللي كانت معانا تكون عجبتكو اسبكو في رعاية الله وحافظه واشوفكو الفيديو الجاي ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة